بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم أهلا وسهلا بالجميع في فيديو جديد من فيديوهات المملكة الغذائية وحلقتنا لنهار اليوم سنتناول موضوع الفلفل أضراره فوائده وعلاقته بالحرق الحراري في الجسم وكذلك خاتمة مميزة عن الفلفل لمعرفة تفاصيل الفيديو ما عليكم سوى مشاهدته مشاهدة تامة والاستفادة العامة لا تنسوا الضغط على زر اللايك والصلاة والسلام على الرسول ويلا بيه الفلفل هو نوعا من الخضروات والتوابل التي تستخدم على نطاق واسع في العديد من المطابخ العالمية ينتمي الفلفل إلى عائلة الباذ جانية ويزرع بشكل رئيسي لثماره التي تستخدم عادة في الطهي لإذفاء نكهة عادية ونكهة حارة على الأطباح يتوفر الفلفل بعدة ألوان وأشكال مختلفة والأكثر شيوعا هو الفلفل الأخضر والأحمر والأصفر والبرتقال يتغير لون الفلفل مع تقدمه في النصر حيث يكون الفلفل الأخضر غير ناضج بعد أما الأحمر فهو الفلفل الناضج بالكامل أما الأصفر والبرتقال فيكون مرحلة وسط بين الأخضر والأحمر تحتوي الثمار الناضجة من الفلفل على نسبة عالية من فيتامين سي وفيتامين أ بالإضافة إلى الألياف الغذائية والعديد من العناصر المغضية الأخرى والمفيدة وفيما يتعلق بالنكهة يتميز الفلفل الأخضر بنكهة أقل حدة مقارنة بالفلفل الأحمر أو الأصفر ويستخدم عادة في الأطباق النيئة أو المضموخ أما الفلفل الأحمر فهما أكثر حدة وحرارة ويستخدمان في عديد من الأطباق لإضافة نكهة حارة وهو أصلا أساس التابع تستخدم أنواع الفلفل المجففة مثل الفلفل الحار والفلفل الحلو أيضا كتوابل يتم تجفيف الفلفل وطحنه إلى مسحوق البودرة المعروف أو البابريكا سواء حلوة أو حارة ويستخدم في العديد من الأطباق لإضافة نكهة حسب نوع الفلفل سواء نكهة عادية أو حارة ويعد الفلفل الأسود أيضا نوعا شائعا من التوابل وهو يحصل عند جفاف وتخمير الفلفل الأخفر باختصال يعد الفلفل نوعا رائعا من الخضروات والتوابل التي تستخدم في العديد من الأطباق لإضفاء النكهة والحرارة المميزة سواء كانت الثمار ناضجة أو المجففة يعتبر الفلفل إضافة مثالية للمأكولات المختلفة ويتمتع بفوائد غذائية قيمة القيمة الغذائية للفلفل وأهميته للصحة العامة والتغذية السليمة الفلفل له قيمة غذائية عالية ويعتبر جزءا هاما من التغذية السليمة وفيما يلي إليكم بعض الفوائد الهامة والعامة للفلفل أولا يحتوي الفلفل على نسبة عالية من فيتامين سي وهو مضاد قوي للأكسد يساهم في دعم جهاز المناعة ويعزز الصحة العامة يعمل فيتامين سي أيضا على تعزيز امتصاص الحديد غير النباتي في الجسم ثانيا يحتوي الفلفل على فيتامين أ الذي يعزز أيضا صحة العيون ويحميها من أمراض العين مثل القرانية الليلية والمياه الزرقة ثالثا احتواء الفلفل وغناه بالألياف الغذائي وهي مهمة لصحة الجهاز الهضمي وتعزيز الشعور بالشبه تساعد الألياف في تحسين حركة الأماء والوقاية من الإنساء رابعا يحتوي الفلفل على مجموعة هامة ومتنوعة من المركبات المضادة للأكسد مثل الكابسايس والكاروتين والتي تساهم في حماية الجسم من الضرر الناسج عن الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطة خامسا يعتبر الفلفل منخفض الصعرات الحرارية ومنخفض الدهون مما يجعله خيارا مثاليا لأولئك الذين يسعون للحفاظ على وزن صحي وفقدان للوز سادسا الخصائص المضادة للالتهابات الكابسايس الموجود في الفلفل له خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في تقليل التورم والألم المرتبط بالالتهابات المزمنة مثل التهاب المفاصل والتهاب الأمع أما بالنسبة لأضرار الفلفل للصحة العامة عموما الفلفل آمن للاستهلاك وغير مسبب للأضرار عند تناوله بشكل معتدل وفي إطار نظام غذائي صحي ومع ذلك هناك بعض النقاط التي يجب مراعاته أولا الحساسية قد يكون لدى البعض من الأشخاص حساسية تجاه الفلفل يمكن أن يتسبب تناول الفلفل في ظهور أعراض تحسس مثل طفح الجلد الحكة صعوبة التنفس إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الفلفل يجب تجنب تناوله بشكل كبير ثانيا الأمراض المعوية قد يزعج الفلفل الحار البعض الذين يعانون من أمراض في المعدة مثل القرحة المعوية أو الالتهاب القولون التقرحي وفي هذه الحالات يجب الامتناع أيضا عن تناول الفلفل الحار أو التقليل من كمية الفلفل المستخدمة كبهر ثالثا يمكن أن يسبب الفلفل الحرقة والإثار وهذا الشعور بالحرقة في الفم والحلقي والمعدة ويمكن أن يزيد من حموضة المعدة إذا كنت تعاني من حموضة المعدة المزمنة أو الحرقة المعدية فقد تحتاج إلى تجنب الفلفل الحار تماما رابعا التفاعل بين الأدوية قد يتفاعل الفلفل مع بعض الأدوية مثل مثبتات إنزيم المونوأمين أو مضادات الجراثيم يجب استشارة الطبيب إذا كنت تتناول أدوية معينة للتأكد من أنه لا توجد تداخلات خامسا يسبب تهيجا في الجلل فالتعامل مع الفلفل الحار بشكل مباشر يهيج الجلد خاصة عند تقشيره أو تقطيعه دون استعمال القفازات يجب تجنب لمس العيون أو الأخشية المخاطية باليدين بعد التعامل مع الفلفل الحار معظم النقاط السابقة تنطبق بشكل أساسي على الفلفل الحار فقط إذا كنت تتناول الفلفل الحلوى بشكل عام فإنه لا يعتبر ظارا للصحة العامة في معظم الحالات يجب أن يتم تضمين الفلفل في إطار تناول غذائي متوازن ومتنوع وفقا لإحتياجاتك الشخصية وتحملك السحي أما بالنسبة للسؤال المحبوب علاقة الفلفل بمعدل أيض أو معدل حرق الدهون في جسم الإنسان يعتقد أن الفلفل يمكن أن يؤثر إيجابا على معدل الأي في الجسم بسبب بعض الخصائص البيولوجية لمكونات ومع ذلك يجب أن نلاحظ أن أي تأثير أو تأثيرات محتملة للفلفل على معدل الأي ليست كبيرة بما يكفي لتسبب فقدان وزن كبير بشكل مستقل يحتوي الفلفل الحار مثل الفلفل الكايين على مادة كيميائية تسمى الكابسايسين وهي تعتبر المسؤول عن الحرارة والحرق التي تشعر بها عند تناول الفلفل الحار يعتقد أن الكابسايسين يمكن أن يزيد من معدل الأي بشكل طفيف ويعزز عملية الحرق الحراري في الجسم قد يؤدي هذا إلى زيادة طفيفة في استهلاك الصغرات الحرارية وتحسين عملية الها بالإضافة إلى ذلك يحتوي الفلفل على فيتامين سي ومضادات الأكساد الأخرى والتي يعتقد أنها تلعب دورا في دعم صحة الجهاز المنعي وتحسين وظائف الجسم بشكل نعم ومع ذلك يجب أن نلاحظ أن تأثير الفلفل على معدل الأي يكون محدود ويعتبر ضعيفا بالمقارنة مع العوامل الأخرى التي تؤثر على معدل الأي مثل النشاط البدني، الوراثة والتغذية العامة السلم لذلك لا يمكن أن يعتبر تناول الفلفل وحده كوسيلة فعالة لزيادة معدل الأي أو تحقيق فقدان في الواس وفي الختام الفلفل هو تابن شهير ومستخدم على نطاق واسع في العديد من المطابخ حول الأي يمتلك الفلفل خصائص مميزة وبعض الفوائد الصحية المحتملة التي سبق ذكرها في موضوعنا لهذا اليوم يحتوي الفلفل الحاء على مادة الكابسايسي والتي يعتقد أنها تساهم في زيادة معدل الأي بشكل طفيف طبع وتحسين عمليات الهض كما يحتوي الفلفل على فيتامين سي ومضادات للأكسادة والتي تدعم صحة الجسم بعد ذلك يجب أن نتذكر أن تأثير الفلفل على معدل الحر ضعيف وغير كاف للتأثير بشكل كبير على فقدان الوزن أو الحرق الحراري للدهون بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يسبب تناول الفلفل الحر بعض التهيج والإزعاج للأشخاص الذين يعانون من مشاكل مثل البواسة لذا ينصح بتناول الفلفل وفقا لتفضيلات الذوق الشخصي وقدرة الجسم على تحمله ويمكن تضمين الفلفل في نظام غذائي متوازن ومتنوع كجزء من تجربة طعام صحية وسلم في حالة وجود أي مشاكل صحية معروفة أو استفسارات يجب دائما اللجوء إلى الطبيب أو أخصائي التغذية للحصول على النصائح الملائم المفتاح هو الاعتدال وتناول تشكيل واسع من الأطعمة الصحية والمتوازنة للحفاظ على صحة جيدة ونمط حياة صحية إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لنهار اليوم من حلقات المملكة الغذائية الخاصة بتعريف الفلفل بشكل شامل وموجز أتمنى من الله عز وجل أن تكون المعلومة قد وصلت والإفادة قد عمت اللي مازال مشتركش في القناة يشترك معنا فضلا وليس أمرا ليصله جديدنا بحول الله ولي مشترك فعل الجرس وما ينسى الضغط على زر اللايك وتعليق محفز وجميل ورائع بجمال حضوركم الدين ما توفيقي إلا بالله العلي العظيم عليه توكل وإليه أني دمتم سالمين وعلى الله من تكلين سلام انتهتا انتهتا اشتركوا في القناة